اشتركوا في القناة والصيام مبارك لكل اللي بلشوا الصيامهم ابتداء من اليوم والصيام مبارك لكل المسيحيين اللي بيتبعوا طبعا التقويم الغربي على امل هذا الصيام يكون بادرة خير لكلنا نرجع نفكر باشيه جواتنا نفكر باشيه هيك عبالنا نرجع نصلحها نرجع نزبطها نرجع نطورها او حتى نحسنها بحياتنا للصيام فرصة لحتى ايضا نرجع نتلاقها مع التانين مع التانين اللي فصلت بيناتنا الايام والاوقات والظروف وحتى المواقف للصيام مرحلة جديدة بتخلينا نعرف ايضا نرجع نعيش مع بعضنا كلنا كاللبنانيين بطريقة افضل فصباح الخير لألكم مشاهدينا وانما كنتم عم بتتابعونا لليوم بحلقة جديدة من احلى صباح مثل ما تعودوا دايما ساعتين ونص من الوقت مواضيع عديدة ديوف ايضا من مختلف المجالات والاختصاصات بينضموا لألنا تباعا لليوم نحن بيكون لحيكون لنا ايضا او بالاحرة بطبيعة الحوال لحيكون لنا وقفة عند مدخل الصوم الكبير عند الطواقف المسيحية اللي بتتبع تقويم الغربي بيطل علينا لأبي يوسف مونس مع مجموعة من النصيح والارشادات الروحية ايضا برفقة نائب المدير الاسعاف والطوارئ بصريب الاحمر اللبناني على اكس نعمة لح نضوي اكتر على هذه المؤسسة او بالاحرة هذه الجمعية لكلنا لنا فخر انها موجودة حدنا وحوالينا ايضا بتطلع علينا تمينة العنيسة زيادة وهي رئيسة رابطة القدامة بمدرسة رهبات القلبان الاقدسان بالبشرية رح تنضوي على احتفالهم الجديد اللي لحيصير بمناسبة عيد الامهات هذا الاحتفال بيكون برعاية السيدة نعمة عون وهي عقيلة قائد الجيش الجنرال جوزيف عون ايضا منتابع بمقابلاتنا لليوم نروح الى حوراء شورب وهي من جمعية تيرو للفنون بصور لح نحكي اكتر عن مصرح اسطنبولي وجمعية تيرو للفنون كل التفاصيل ايضا ضمن لقاءاتنا اما مع مارينا وكيمم خيبر لح نحكي اكتر عن حفل الموسيقى للجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية اللي لح نعرف تفاصيله اكتر ضمن لقاءاتنا وحواراتنا لليوم البداية مثل ما تعودت دايما مع مجموعة فقرات ثابتة بين الطقس والطرقات وايضا مجموعة تقارير حضرناها خصيصا ببرنامجنا ومباشرة من روح سوا نحن بيكون الى غرفة التحكم المرورة بينضم لقالنا استاذ إلي لبكي صباح الخير صباح الخير يعطيك ألف عافية أهلا وسهلا فيك مرسي استاذ إلي ياريت حطنا بأجواء مداخل العاصم بيروت لو سمحت من بلش من المدخل الشمالي عم تكون عنا حركة المرور كثيفة عم تبلش من بعد ضغر نهر الكلب باتجاه تباية عنا هالأسيارة عم معطلة على قصصات تباية بس هو ضغط قدامها يعني السعير بتكمل باتجاه تباية متل ما إنا من تباية باتجاه المقاش وانتلياس وصولا إلى جل الديب عم تكون حركة مرور كثيفة تترجع ترتاح عنا شوية من جل الديب باتجاه نهر الموت عم تصير حركة مرور ناشطة عم يكون عنا حركة مرور كثيفة من جل الديب عم تل يس داخلة باتجاه الأوتستراد أما بالنسبة للطريق البحرية كمان عم تشعد عنا حركة مرور كثيفة باتجاه بيروت أما بالنسبة اللي نكمل من نهر الموت باتجاه جسد دورة عم تكون كمان حركة مرور ناشطة على الدورة بترجع تضغط باتجاه الكارانتينة من الكارانتينة باتجاه شله الحلو عم تكون حركة مرور كثيفة باتجاه الصيفة من الصيفة بتجاه الوسط باتجاهنا عم تكون حركة مرور كثيفة كمانا عم بيكون عنا حركة مرور ناشطة على بولفارس النالفيل بتصير كثيفة من الصلومة من الصلومة باتجاه الحي كمان عم تكون حركة مرور كثيفة المكمل من الحيك باتجاه مصدية بزقالة عم تكون كمان تشهد عنا حركة مرور كثيفة المكمل من الحيك باتجاه سفر الواطن عم تكون حركة مرور ناشطة بتكمل ناشطة باتجاه العدلية هم يكون عندنا حركة مرور كثيفة على المدخل الجنوبي من المدينة الرياضية بتكمل باتجاه جسر القولة من جسر القولة باتجاه النفق وثوء الى الوسط التجارة عم تكون حركة مرور كثيفة كمانا على المدخل الشرقي هم تشهد عندنا حركة مرور ناشطة من اليرزة بتكمل ناشطة باتجاه اليرزة باتجاه السياد سوري من السياد باتجاه الكارانتينة هم تكون حركة مرور ناشطة كمانا اما المكمل من السياد باتجاه اوتستراد الرئيس الياس الهراء وعم تكون حركة مرور كثيفة باتجاه الاشرفية عم بيكون عندنا حركة مرور ناشطة من العدلية باتجاه المتحف اما المكمل من المتحف باتجاه البربير عم تكون حركة مرور كثيفة باتجاه النفق البربير من البربير باتجاه جامع عبدالناصب وسوء الى كورنيش المزرعة عم تكون حركة مرور كثيفة عم يكون عنا حركة مرور كثيف من طقاط وبرج المور باتجاه شارع الحمرة وعن يكون عنا حركة مرور ناشطة من علم رئيس باتجاه الحمرة ومن علم رئيس باتجاه حمام العسكري كمان عم تكون حركة مرور ناشطة أما حواد السير تساجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية 13 حاديث و22 جريح مخالفات السرعة 1071 مخالفة الاستفصال عن أي طريق ممكن الاتصال على 1720 تويتر قد أمسي ليبانو فيسبوك غرف التحكم المروري شكرا شكرا أستاذ إليلا بكي يعطيك ألف عافية نحن وياك طبعا نتابع دايما خلال يومياتنا حركة المرور على طرقاتنا اللبنانية وبالشكل خاص عن مداخل العصم بيروت يعطيكنا ألف عافية بغرفة التحكم المروري مشاهدينا سواء رح نتابع ببرنامجنا لليوم مجموعة فقرات مازالت بانتظاركم الفقرات التالية ابتخذنا إلى عالم الرياضة مع ثائر حسكور صباح غير مشاهدينا من شامس فتنس الحزمية اليوم مع بيرنار وميشا مشاهدينا صباح الخير صوم مبارك للجميع إن شاء الله هالفترة من الصوم تكون مباركة على الكل رح نتابع اليوم نهارنا ورح نتقل سواء إلى مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي وبتنضم لقلنا سيدة مونة عمر صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك تفضل لتفاصيل التأس معك بشكل عنه نحن نسيطر علينا تأس متقلب ومعطر اليوم رح يكون غائم جزئيا لغائم مع رتفاع طفيف بالحرارة ضباب على المرتفعات أمطار محلية مع انفراجات واسعة خلال النهار بكرة الثلاثة رح يكون غائم مع ضباب على المرتفعات أمطار متفرقة ابتداء من الظهر وبرقه رعد أحيانا الأربعة غائم ما في تغير بدرجات الحرارة أمطار محلية خلال الفترة الصباحية الحرارة اليوم على السحر رح تكون بين 11 و18 على المرتفعات من 4 إلى 11 لأرض من ناقص 1 إلى 3 وبالبقاء من 5 إلى 11 رح سطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و35 كيلومتر الرطوبة على السحر بين 50 و85 بالمئة البحر مائج وحرارة الماء 16 درجة هذا كل شي اليوم شكرا لك مونة عمر طبعا معك كنا عم نشوف تفاصيل طاقص اليوم وهالكم يوم اللي جايين تحياتنا لكم لكل العاملين بمصلحة الأرصاد الجوية ثر وقت ننتقل إلى تقرير رياضي بحضرنا يا أزميل داني حربي هذا التقرير رح نعمل جولي على أبرز الأخبار الرياضية من لبنان وحول العالم نشوفوا سوا أعلنت إدارة نادي الحكمة بيروت تعيين نائب رئيس مجلس لوزر رغسان حصبانة رئيس لمجلس أمنا النادي بحفل أقيم بقاعد جبران خليل جبران بمبنى قدام الحكمة بالأشرفية نادي الحكمة بيستاهل رئيس مجلس أمنا يكون بالوزن اللي بيليق بالنادي أكيد هالإسم صار موجود نالا راد اليوم بالاحتفال رح نعلون عنه وهيدا مثل ما قلتلك ضمن الخطة بالستراتيجية المعمولة لأربع سنين اللي احنا موجودين فيها هيدا عامل استرار وضمان اللي النادي رح يكون ويكون في عنده إشراف مباشر على عملنا رئيس مجلس أمنا ومجلس أمنا تعيين ده مجلس أمنا ورئيس مجلس أمنا خطوة أساس ببناء مرحلة طويلة الأمد لنادي الحكمة واليوم الشغل اللي عم بيصير بفتكر هو الشغل الصحيح يلي كان لازم من زمان ينعمل بهيدا الطريقة وأكيد شايفها إيجابية جدا للنادي يعني بعتقد الخطوات التوجت بهيدا الخطوة يصل لهم حوال الشهر وشوي يعطيهم العافية اللجنة الإدارية عم يشتغلوا بكل شي صح عم بيرجعوا النادي للمطرح اللي لازم يكون فيه المسيرة ماشية تمام وبعتقد اليوم التتويج بهالإحتفال وعلى وقع أغاني وأنشيد الحكمة لإعادة الجمهور لأيام العز أيام الرئيس الراحل للنادي أنتوان شويري دخل لعبي الفريق كرة القدم وكرة سلة قبل ما يطالب يحشوش من حصباني الدخول إذنا ببدء الاحتفال بالنشيد الوطني ونشيد الحكمة يسعدني ويشرفني أن أقبل هذا المنصب لأكون قريباً ومسانداً لنادي الحكمة الذي وكبته منذ الطفولة وأيام الدراسة كما أشكر ثقة الإدارة لإعطاء هذه الفرصة لأكون قريباً منكم جميعاً ومن جمهور الحكمة لهذا النادي تاريخ عريق عمره من عمر الجمهورية اللبنانية تاريخه يمتد مع جذور مدرسة الحكمة التي لطالما كانت صرحاً وطنياً خرج منها رجال الفكر والدولة منذ أكثر من 140 عام حان الوقت لنستعيد ثقة ونجتمع حول هذا النادي العريق ومن هنا أدعو كل من أراد المساهمة في توطيد علاقة الشباب بوطنهم ومجتمعهم وبعضهم البعض وبث روح رياضية بينهم لبناء مجتمع سليم أدعوهم أن يتقدموا ويتعاونوا معنا معنوياً ومادياً وتقنياً وبما استطاعوا أن يقدموا لنعمل معاً لغد أفضل لشبابنا تابعين معكم مشاهدينا برنامج أحلى صباح هنا دايماً حدنا موجودين ساعة ما مندقلهم بيكونوا حاضرين لتلبية النداء ولا نجدة الإنسان بيتطوعوا وبيعطوا من وقتهم كرميل نحنا دايماً نكون بصحة وكرميل يقفوا حدنا بكل تكة وكل ثانية ما في غيرهم الصليب الأحمر اللبناني لكلنا منتفق على حبهم وكلنا منتفق نقللهم شكراً من هيك لقاءنا اليوم معهم لنضوع الصليب الأحمر اللبناني منستقبل معنا بالستوديو اليوم أليكسي نعمي نائب مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر صباح الخير أول شيء وبدي أقول لك تانكيو تاني شيء شكراً لكم ولكل الجهود اللي عم تعملوها بعرف قديش بتسهروا ليالي بعرف قديش بتتعبوا قديش هالشباب بالنهاية هن متوعين وعم يعتوا من نفسهم كرميل الآخر وهيدي بعتقد أكبر هدية بالحياة ممكن الإنسان يعطيها وأكبر تطحية أهلا وسهلا فيك شكراً لقالك صباح الخير بداية حبرنا لمحة شوي حول خدمة الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني وحبين نعرف تفاصيل أكتر كمان عن غرفة العمليات الجديدة أو الرقمية بداية اسمحيلي أول شي يقول أنه الصليب الأحمر بضم قطاعات ودوائر في عنا 13 قطاع ودائرة صليب الأحمر عامة كجمعية هو ذات منفع عامة لا يبغي الربع هؤلاء الدوائر والقطاعات هن ميدانياً وإدارياً من ضمنهم في عنا اسم الإسعاف والطوارئ في عنا الناشئين والشباب في عنا الخزمات الاجتماعية بنوك الدام ودوائر وإدارة الكوارث وكمان دوائر إدارية هلأ اسم الإسعاف والطوارئ من خلال صليب الأحمر في عنا 46 مركز إسعاف وطوارئ بالإضافة لمركزين موقتين بوادي خالد وبعرسيل هؤلاء المركزين بقدم خدمة الطوارئ استثنائياً للمشان الوضع السوري بالإضافة لـ 300 سيارة إسعاف وأربع غرف عمليات الأبرز هي غرفة بيروت جبل لبنان اللي هي هلأ بتشتغل على قيدة عم تتطور وينضموا باقي الغرف أكيد منقدم خدمة مجانية لكل المواطنين نحن بالانتفاقية مع وزارة الصحة بالـ 95 صار في عنا عقد بيننا وبين وزارة الصحة من خلالها صار في عنا خدمة الطوارئ الشامل نهاراً وتطوعاً ليلاً عنا حوالي 75 سيارة إسعاف بتقوم بعمل بتقديم الإسعافات الطوارئ النهاري أكيد هدفنا نوصل للـ 90% أو ما فينا نقول 100% بس هلأ عم نشتغل 80% من خدمة الطوارئ نهاراً تقدم خدمة أفضل ووجودة أحسن للمريض نعم يعني غرفة العمليات الجديدة الرقمية دايماً صوب التطور صليب الأحمر عم يشتغل دايماً أنه يكون عم يتطور بهذا المجال صحيح؟ بتمنى أنه أول شيء تزورونا بغرفة العمليات يكون في إلا حلقة كبيرة لأنه سبع سنين من الشغل والتطور ما فينا نختصرهم بكم دقيقة طبعاً بس اللي بقدر إليكي أنه إحنا ماشيين على معايير دولية عنا خبرات أخذناها من نمسا من إيطاليا من إلمانيا وعم نشتغل على معايير كتير كبيرة كلمانتنا نقدر نطور يعني صرنا قدرين بلحظات توصول سيارة الإسعاف منقدر نعلم الأهل أو المقربين من المصاب كيفية الإسعافات الأولية تقدر توصل سيارة الإسعاف وتنقذ للمصاب بالإضافة لأنه صاروا سياراتنا كلهم مجهزين بـ Tracking System منقدر نكشوف على السيارة وين صارت منوجه أقرب سيارة للمصاب أو لحادث السيارة حضرتك بتعرفي أنه إحنا ببلد في اقتصاص سيارات زحمة سيار خانقة منقدر نوجه السيارة الأقرب للمكان من خلال الـ GPS نشوف عليه وعم نشتغل على أنه يكون في عنا داتا يعني عم نشتغل على سيستام نقدر نوصل سيارة الإسعاف من خلال الاتصال الأقرب يعني فيه بروجيه عم بيكون أنه الشخص اللي يتصل قريبا لازم نقدر نعرف وين هو وين هو اللوكيشن تبعه من خلال الاتصال من خلال اللوكيشن تبعه نقدر نوصل سيارة الإسعاف لقاله يعني سبع سنين من العمل على هالبروجيه بعد عنا شوية وقت بس كتخير الله يعني بتمنى تزورونا وتشوفوا الشغل تبعنا اليوم مثل ما قلنا كتار من الناس بيتطوعوا بصليب الأحمر وطبعا هذو الأشخاص بيخدعوا لتدريبات وبرامج تأهيل خبرنا أكتر عن هالتدريبات وهالبرامج باسم الإسعاف والطوارئ أكيد في عنا برنامج كتير كبير الشخص تقدر يكون ملتزم معنا أكيد بيكون عنده مستوى علمي معين تقدر ياخد المنهاج الدراسي اللي احنا مندربه على أساسه من خلال الدورة اللي بيخدع لقلة بيلتحق بمخيم نسميه مخيم فيزا 1 من بعد المخيم عنده مرحلة تدريبية حوالي الست شهر لتسعة شهر ومن بعدها بيصير ملتزم يعني بيصير بطل متدرب بيصير مسعف فعال بسيارة الإسعاف وبيقوم بعمل إسعافي جيد من بعدها المرحلة في عنا اقتصاصات عنا بحث وانقاز عنا دورة سائقين عنا دورة كوادر يتأهل من خلاله يصير رئيس فرق أو رئيس مركز في عنا تدريبات كتير كبيرة في عنا تدريبات كيفية إيصال المصاب إلى المستشفى بأكتر تقنيات متطورة بما خاص حوادث السير يعني في عنا برامج كتير كبيرة منشتغل على أساسها بعد فيه ناس عم تتطوع اليوم؟ كتخال الله بعد فيه أشخاص كتير عندهم هيدا حب هيدا بنعتبرها نحن الرسالة كل إنسان يعني من 150-200 شخص نحن بكل برومو بكل دورة بناخد حوالي 40-45 شخص هو تنقدر نشتغل عليهم تنقدر نعطيهم الجود الأحسن وتنقدر يعطوهم إنتاجه أفضل طبعا اليوم خبرنا شوي عن الصعوبات والتحديات اللي بتوجهكن أثناء العمل يعني اليوم كتير في صعوبات بتواجه الصليب الأحمر اللبناني شو هي أبرزة؟ أكيد في عنا صعوبات بتواجهنا الأبرز هي علاقتنا بين المريض وبين المستشفيات حضرتك بتعرفي أنه وخصوصا حالا بهذا الموسم في المستشفيات بيكون كلها مفولة بيكون في كتير اقتزاز أمراض مرضى بالمستشفيات بقى منضطر أنه نحن في عنا اتفاعي مع وزارة الصحة نخلي من أقرب من الحادث إلى أقرب مستشفى أيام بتكون المستشفى مثلا عنده ضغط بشري بقلب الطوارئ أيام ما بيكون في عدة محلات مضطر أنه نسق مع غير مستشفى يعني بيصير عنا سيستام بنشتغل على أساسه وهي دور غرفة العمليات هي تبرم هالسيستام هيدا كرميل تكون عم تقدم عم نقدم خدمة أفضل للمصاب صحيح الآن بالنسبة للماديات أكيد دائما نحن لأنه جمعية ذات منفع عامة وقائمة على التطوع وما في عندها ربح مادي منتكل على الهيبات منتكل على التبرعات في عنا بارت منه هو مع وزارة الصحة يعني هول إشياء بتأثر بس نحن عم نشتغل بإدارة واضحة كرميل تقدر نوزع هالأموال اللي عم بتفوت على الجمعية بتوازع على الأقسام اللي عندها عمل ميداني اليوم الصبح يعني لك بعد تنقول أن الصليب الأحمر موجود وينما كان وبأي وقت أنا وجاي على تليفزيون لبنان كمان قطعت كان في صليب الأحمر قاطع اللي لفتني أنه العالم بتصير تتسابق لترجع تلحق هالسيارة فكرة أنه هي عم بتجرب تربح وقت اليوم شو هن الإرشادات اللي بتواجهون للناس لتسهيل وصول الصليب الأحمر إلى المستشفيات أو إلى أقرب مكان لإصعاف الأخرى أكيد نحن بنسبة لألنا الوقت هو عام الأساسي نهارا غير ليلا بقلب المعاصمة غير بالأطراف غير بالضيع يعني وصول سيارة الإصعاف يعني حياة المريض بتفرق معنا على كم ثاني بقى نتمنى على كل المواطني الانتباه خلال القيادة نتمنى أنه إذا شفوا سيارة إصعاف ولو مشي وراها بس ما عم بأثر سلبا على على السائق يعني يمكن أنا كسائق سيارة إصعاف أعمل فران بسريع اللي وراي ما ينتبه يفوت فينا يأثر سلبا على المصاب اللي معنا أو إذا راح يجيب مصاب على الفريق الموجود بالسيارة هيده من ناحية القيادة من ناحية تاني فيه ثلاث مبادئ أساسية من التكل عليهم اللي هي خلال وجود أي حادث أو أي إصابة بمنزل منطلب من كل مواطن بيجري الاتصال فينا يعتمر ثلاث أساليب أول شغلة تأمين مبدأ الحماية يعني يحمي حاله كشخص حد المصاب أو كمصاب ويحمي الأنتراج اللي حوله كيفية الإبلاغ هيده كتير أساسية بالنسبة لألنا وبتفرق معنا بالوقت وتقديم الإصعافات الأولية اللي نحن صرنا عم نقدمها كخدمة عبر الهاتف إلى حين وصول سيارة الإصعاف بقى إذا الشخص بيعتمد هود ثلاث معايير بيكون عم بيأمن وصول سيارة الإصعاف سريعة سريعة ويكون عم بيأمن حماية للمصاب وحماية لأله طبعا اليوم لكل اللي عم يسمعونا ويمكن حابين يتطوعوا بصريب الأحمر ابنين هل في شروط للتطوع وشو هي؟ أكيد بدي يكون عنده وقت هي أهم شغلة بدي يكون فوق السبتعاش لأسم إصعاف والطوارئ فوق السبتعاش لأسم الناشئين والشباب لأنه أكتر شيء فيهم تطوع بدي يكون يلتزم بمبدأ الحياد عدم التعاطي السياسي والأحزاب وبدي يكون قادر يعطي وقت بالصليب الأحمر حاودي أبرز الشروط اللي منتقل عليهم لأنه بالنهاية أنتو للكل صحيح وما مفروض حدا يكون تابع لأي جهة نحن بنشتغل على سبع مبادئ من أبرز المبادئ السبع هن الحياد وعلم التحييز صحيح اليوم إذا بكتوجه رسالة للشباب بكتوجه رسالة للناس لأي شخص عبر منبر تليفزيون لبنان وأبرنامج أحلى صباح شو كلمتك الأخيرة لأني أكيد أول شغلة أنا بطلب من كل المواطنين يحفظوا رقم 140 اللي هو رقم المجاني للصليب الأحمر نحن جاهزين نلبي أي نيدة إطارة بالإضافة لأنه نحن منسهل على راحة كل المواطن بس منتمنى على كل المواطن يكون واعي يتصرف بطريقة ذكية ما يغامر بحياته لأنه في كتير أشياء عم نوجهها إن كان بحوادس السر إن كان بالمناطق الجبلية وإذا بيكون فيه سلوج فيه مغامرات عم بتصير مثلا الشخص بيطلع بيضيع بالجبل ما بيعرف الطريق نتكبد وقت وعناصر تقدر نوصل نخلصه بعد نتمنى على كل المواطنين انتباه خلال القيادة وخلال حياتهم الطبيعية ومرة جديدة نرجع من لكم شكرا هذا أكتر شيء ممكن لكم إياها شكرا كبيرا على كل جهود كنوا لأنكم دايما نواقفين حدنا ومشان هيك بسلوجان مرة قلتوا لأنه هنا دايما حدكم خليكن أنتوا حدوا كمان نحن لازم نقف إلى جنب الصليب الأحمر لبناني شكرا لك أليك سيناعمة نائب مدير الإسعاف والطوارئ بصليب الأحمر لبناني أهلا وسهلا فيك بحلى صباح مشاهدينا مرة جديدة رح نتوقف مع بريك علينا قصير ومنرجع من تابع أحلى صباح خليكن معنا إذا صمتم فلا تعبسوك المرائين فإنهم يكحلون وجوههم ليظهروا للناس أنهم صائمون أما أنت فإذا صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لألا تظهر للناس بأنك صائم هيك قالنا سيد المسيح رسم لنا الخطوط الرئيسية للصوم ومن بعدين الكنيسة فسرت وعطت كل التعليمات لطريقة الصوم بدنا نقول صباح الخير اليوم للبروفيسور والأب يوسف مونس أهلا وسهلا فيك أبونا صباح الخير أهلا وسهلا فيك وتليفزيون لبنان شكرا وسام بارك إلى كل الجميع كمان سلام سام بارك على الجميع أنا بس فتعة على استيديو ذكرت أيام كنت أصغر منك بالعمر بلشت هوني بهذا استيديو بتليفزيون لبنان كنت أعمبعة من مسرحيات وقدمها بهالظروف هاي دي كله نعم حوال أربعة وثلاثين عمل مسرحي تقدمها هون على شاشة تليفزيون لبنان على تليليم على تليليم أهلا وسهلا فيك أبونا بداية اليوم نهار التنين الناس كلها بتترمد إذا بدنا نشرح للناس أكتر شو هو التنين للرماد متل ما بنسميه أول شغلي خليني هنيكن على الترتيجي اللي حطوه طواب الأول أعطينا ربي فوق كل عطائن نعم هاي دي كتبها سعيد عقل شاعر العظيم يعني شغلي حل بكثير تانيا الصوم إلو معاني عديدي إلو معنى جسدي وإلو معنى روحي وإلو معنى نفسي وإلو معنى رجيم يعني أو إلو معنى حقيقة إماتي أو مثل ما بيقول أفلاطون بالفكر الفلسفي كترسس عمل تطهيري داخلي عميق كي يتنقى الجسد ونصل أنقياء إلى السماء نعم من هوني الصوم منه بزيته عملية عذاب منه عملية مزوشيسم يعني مش عامل عزب حالنا هو مسيرة نحو القيامي لهوت القيامي يشد الصوم من اثنين الصوم إلى زمن القيامي طلب مننا يسوع أن نصوم ومثل ما قلتي النص جميل جداً اللي قلتي إذا صمتم ما تقولوا للناس أنكم صايمين وتظهروا وأنا صايم وأنا صايم سكوت وخليك هادي وابتسم وقدم حالك للناس كأنه ما في شي يعني إنما هذا الصوم اللي أنت عمال بتعمله له معنى اقتداء بصوم يسوع المسيح هذا هو المعنى اللي هوتي كما صام يسوع المسيح قبل أن تبتد بشارته بين الناس نحن قبل ما نخرج إلى أي عمل اجتماعي أو أي عمل مدرسي أو أي عمل تلفزيوني بننصوم لحتى نتطهر ونقدم للناس كما يقول المسيح إذا كنا أنقياء كلنا أنقياء ومنطهر معنا العالم مثل ما بتقول كله نفس ترتفع ترفع معها العالم واحد ما بيخدس وحده ما بيهلك وحده بيخدس معه جماعته أو بيجر معه كل جماعته وقال المسيح مش بالخبز وحده بيحيي الإنسان مش إنه نعبي بطننا منعيش بنا نعبي قلبنا بنا نعبي عينينا بنا نعبي دينينا بنا نعبي شفافنا لأن الصوم ما إنه عملية جسدية بس عملية تطهيرية للشفاه تبتعد عن أي إساءة إساءة رصية الغير لسمعة الغير لسب الدين مش إنه بتقول ما بيكل شوكولات معناته بصوم ما بيأدي هيدا نعم هيدا صومك إنت بس الكنيسة طالبة منك صوم طبيعي من الساعة 12 بالليل للساعة 12 الظهر ما بيجيقوله شي مهم أنا يوم صايم يعني مع إنه متى أطانا عمره من الأعمار بايش نصوم نعم بنا نصوم أد ما منقدر بس هيدا الشي أبونا يعني ما إنه جباري يعني اليسوع ما جبار الناس إنه تصوم إنما هيدا موضوع الناس بتاخده يعني اللي حابب اللي اللي حابب يصوم منه منه موضوع لا المسيحي اللي حابب المسيحي ناضج منه ولد والمسيحي منه مريض يعني هو واجب اليوم أبونا لازم واجب أن تصوم اليوم واجب على المسيحي أن يصوم نعم مش إنه متى ما بدك لا بدك تصوم اليوم وكل يوم نعم هلا قداش فيك تصوم موضوع تاني قداش عندك عمل تقوي تقوي موضوع تالت بس مجبورين إننا نصوم ليه سم هذا السوم بسوم الأربعينة؟ متى ما صام يسوع المسيح بالصحراء أربعين يوماً نحن منصوم أربعين يوم قبل الإيامي يعني جمعة الإيامي الجمعة العظيمة جمعة الألام والصلب والموت ما حسبينا من الصوم الخمسيني حسبينا من الصوم الأربعيني يعني مثل ما سام المسيح أربعين يوما وجربه الشيطان جربه بالكبرية قالوا ترجيني مالك العالم وبعطيك إياها جربوا بذاته أنه أنا شي مهم قالوا رمي حالك عن هالصور وأنا بحفظك أنه أنا قوي أنا ماني مهم جربوا الشيطان ليسوع المسيح والشيطان بجربنا بجربنا بحياتنا بجربنا أنه نبهد بجربنا أنه نعتدي عن آخرين بيعربنا جربنا أنه نشتهي شغلي كتير مهمي معطوبية الجسد كائن معطوب ما بيتهروا إلا عملية تطهير مثل ما اتهروا الإجلسين بالإيماتي بالصوم بالصلاة بالعطاء مش أنه بتصومه وأنا بخيل بدك تعطي ما فيكش تعطي مصاري تعطيه من وقتك إيم بدأ تسمع ابنه استاذ بدأ يسمع طلابه بدك تعطي من وقتك لا تقول أنك سايم مش أنه تكفي بعملية أنانية بحت هناك عملية عطاء كامل الصوم فيض من الحب الإلهي نحو الإله ونحو الآخرين ونحو تطهير الزات علما أنه هالمبادئ حلو يجب أن نطبقها بكل أيام حياتنا مش بس خلال زمن الصوم ولكن نجع من عززة ونجع من شدد علي خلال فترة الصوم أبونا كيف فينا اليوم نسمع كلمة الرب إلى جانب الصوم كيف فينا نصلي خلال الصوم بالطريقة المناسبة كيف فينا نتقرب من الرب أكتر مثل ما عمل بقول شو بقربك من الله حب الله لكن الله بعيد عنك بدك تحب الناس حب الآخرين من قال إنه يحب الله وهو لا يحب آخاه الذي لا يراه فهو كاذب فينا بنبلش نحب الناس بنبلش نعطي الناس بنبلش نخدم الناس مع عملية اكتفاء داخلي عملية ذهنية فلسفية فكرية هي عملية علائقية عملية بعلاقتك مع الآخرين إنك تحبه حتى لو كان مفترق حتى لو كان ما إلك علاقة معه إنك تعطيه تعطيه من وقتك تعطيه ابتسابي تعطيه كلمة طيبة تشجعوا استاذي تشجع طالبك لو لا كان ما بيسوى بدك تشجعوا إم بده تشجع ابنه تشجع بنته بقي بده يعطي الأولاده ويشجعه موظف تلفزيوني بده يعطي صورة حلوة لقدمها للناس لأن هذه الصورة هي صورة الله والإنسان هو صورة الله هيدا لهوت العطاء أن تكون في حالة عطاء دايم من القلب ومن اللسان تقول كلمة طيبة من العين تعطيه نظرة طيبة من الأذن تسمع كلمة حلوة ما تكون سيء أناني نرسيسي عايش نرسيسيتك باكتفاء مع حالك ومثل معامل نرسيس بالآخر بتغرق بالمي وبتغرق بحالك وبتموت أبونا اليوم ما بدي سميهم شروط ولكن هل في معايير معينة للصوم يعني هل في عمر معين يجب الالتزام فيه مأكولات معينة شرب المي تفاصيل خبرنا أكتر عن هيدولة ماتحين شرب المي ما بيقطع عن الصوم فينا نشرب مي من دون ما نقطع عن الصوم نعم المأكلات أكيدة بنا نعمل قطاع خاصة الأربعة والجمعة الانقطاع عن اللحم بقيت الأيام بنا نعيش على مثل ما كانوا يعيشوا أهلنا على القليدي على الخضار على الناج على المقطوع الحبوب على ايه؟ الحبوب ايه ايه كلها الحبوب والله ما نروح إلى الاشياء المدهني واللحمي وغيرها وما نقدي أيامنا شرب يعني سكرنا نهار خميس الزكارة ما نيجي كمان نسكر الزكارة يا أبونا الزكارة قدي أيام الصوم كلها سكرانين أنه أنا صايم بدي عود بشرب وبدخن وبحقي وباكل حلو وباكل شوكولاتة بدي عود يعني لا ما ما بيجوز يعني هناك عملية تقشف تقشف بالكلام تقشف بالحياة تقشف باللبس ما في عري جسدي لعيوني الناس وقول أنا صايم وعارض جسدي لشاهدي الهوات الناس ما بيجوز يعني هذا نوع من الكبر النفسي والنبل زسدي لي وليس للآخرين نعم جمالي هو إلي وتعبير عن جمال الله وليس أنه هو معرض على الطريق يعني مش بداعة للبيع نعم أبونا بدأ انتقل يعني الصوم كل الناس تقريبا صارت بتعرف أهم شيء مثل ما قالت أنه نرجع للإيمان نرجع نتهر قلوبنا نلتزم نلتزم بمحبة الآخرين مش بس بالصوم إنما بكل أيام حياتنا هيدا الأساس نعطي أكتر ونضحي مع يسوع ودايما نقول مع ألمك يا يسوع ووصولا إلى القيامة بدأ انتقل استفيد من وجودك معنا اليوم لننتقل إلى كتاب لألك رح تقع قريبا أناشيد الحياة رح تقع سبت تسعة آذار بمقر الحركة الثقافية بأنتليس خبرنا أكتر عن هيدا الكتاب أناشيد الحياة بالحقيقة هيدا الكتاب هو مذكراتي أنا من طفولتي بشبانية أيام التلج اللي كان التلج يكون مترين ونمشي من البيت للكنيسة لحتى نرسم الطريق ليسوع لحتى ما يضيع هو بجي بعيد الميلاد ننام على التلج نسقع نموت بس بنا ندله ليسوع على الطريق البدويجي عليها على الكنيسة من أيام السنوبر العمل بيكسروا التلج أيام الأنهار العمل بتفيد أيام تقوص الحياة العرائس بي مرأة على الطريق بتيابة العرس الحلوي والجنائز مع التوابيت يعني هذه التقوصية من الموت والحياة تقوصية الحياة تقوصية المواسم تقوصية عبور الطيور بتمر الطيور بأيلول بتبلش تمر بأيار بتبلش ترجع تقوصية الحياة اللي أنا عشتها ومأسرة فيي كتير 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 بحياتي وبكتاباتي وبلهوتي أنا وبتعليمي لطلابي المرحلة التالي مجيئي على الكسليك والكسليك الكسليك هذي الأعمل الصفراء المماشي الصفراء لقائب العلم انفتاحي على الحضارات الحضارة الفرنسية الحضارة الألمانية الحضارة الإيطارية حضارات الشرق الأوسط من هنديجي ومن سان ومن سينيجي انفتاحي على المسرح العالمي وبلشت كتابتي المسرحية المهمة يعني انفتاحي على الشعر العالمي من الشعر الألماني إلى القصة الروسية إلى شغلي غصت إذا بدك بعالم هذه الحضارة يعني ما كان يمرق علي يوم يومين ثلاثة ما يكون قاري كتاب تقريبا معظم الأدب الكلاسيكي وبعد الثلاثيني يعني قاري مثل ما هو الأدب اليوناني مثل ما هو الأدب الألماني كمان مثل ما هو الأدب الإنكليزي أكتر منه الفرنسيوي ما تسألي يعني ما عم بحكي عن شي ما بعرفه من هوني المرحلة الثالثة السفر أنا ابن ضايعة اسمه الشبانية ما فيه ترانات أول مرة بطلع بالطيارة وبسافر تأوصل على فرانك فور بألمانيا نصدم بدناهم بدي روح وبكل اللغة ما بعرفها بدك تاخد التران التران شو بيسموه تسوك داري تسوك يا عم شو هالكلمة عادي وين بدي روح وين بدي إيجي صدمة الحضارة الأخرى صدمتني وبعد اليوم بنصدم منها كل مرة بسافر بيطلعوا الترانات بوجي بيطلعوا الطيارات بوجي بيطلع اللغة الغريبة بوجي بنصدم وبنصدم كتير يعني معيني أنا بتقن ست لغات معاصرة وبتقن اللغات الأديمي لكن هيك السدمة كنت بعدني والد ورايح تعملت الدكتورات طبعي بستراسبور يومتها كنت رايح بدي أعمل لهوت وجحته بالفلسفي بالفلسفي لقيت أنه في علم جديد اسمه الأنتروبولوجيا طالعا علم غريب عجيب ما حدا بعد سامع فيه تخصصت فيه ورجعت على لبنان رجعت تعلم أنتروبولوجيا وشقيت طريق الأنتروبولوجيا بتعليم الأكاديمي الجامعة كان بالجامعة اللبنانية أم الكاسليك أم ببقية الجامعات وعملنا مجموعة أساذي لعلم الأنتروبولوجيا إلى إدارة الكاسليك عميد كذا سنة 24 سنة عميد يعني ما بين الفنون ما بين الزراعة ما بين اللغات إلى أن ترأس جامعة الكاسليك وكان عندي قناعة يومتها ما فينا ندلنا نتقاتل نحنا والسوريين ما ممكن نحنا ما شعب بيئتي نحنا شعب ثقافي نعم طلبت إذن من المسؤولين عنا ما بدي يسميون وطلعت قابلت بشار الأسد وقلت له ما فيك تتعاطى مع لبنان بجازمات العسكر بك تتعاطى معه ثقافيا نحنا شعب حضاري مش شعب جازمات وعملت اتفاقية حضارية مع الجامعات بين جامعة الكاسليك وجامعة دمشق لتبادل الحضاري وقامت الأيامي كان يومتها ما حدا بيقبل أنه نحكي مع السوريين اضطريت أني استقين من الجامعة ورحت على جبال رحت أكيدي مجروح ومجروحه كتير يعني أنا عم بحكي عن التعدد عن الانفتاح عن التنوع عن نقاء الآخرين عن حب الآخرين المفتلقين خلينا نتلاقى مع الناس بحضارة لبنان بثقافة لبنان زبحت قضيت مدي بجبال بعد جبال بلشت اكتب مذكراتي رجعت على بيروت بالأشرفية ورقيت أنه بيروت بعد ضيعة ضيعة حلوة النسوان بيجوا على الكنيسة حاملين سابحهم وجايين بشوارع الأشرفية نصدمت أنه هايدي مدينة ونسوان بيروت ورجال بيروت مثل النسوان الشبنية ورجال كل الضيعة بيجوا على الكنيسة مع دأ كل جرس وما زلت هناك في هذا الجو من الصلة بسمع جرس مار أنتونيوس جرس مار جريوس جرس مار مانون وبسمع أدان جامع بيدون بوعى على أدان الجامع وبوعى على أجراس الكنائس وبقى زال أكتب هذه هي مذكراتي يعني ما هو ما أنا ما أنا مذكرات تاريخية بالمعنى التاريخي هي مذكرات بالمعنى اللهوتي الفلسفي الأنتروبولوجي مكتوبي بجو شاعري خالص حالو كمان تذكر بالكتاب دورك المهم أيضا بالإعلام الديني أنا أول واحد بلشت بالإعلام الديني بلشت هون بلشت هون يرحموا مع غاري غارفيديون مع بسام نصر مع جوني فياد مع توني ريمين يعني بلشت هون كنت اكتب المسرحية ومرني الفرقة وقدمها وارجع على الكاسديك ما بدون يعني أعمل إعلام بدون نشحطوني من الرهبرة يركعوني على المايدة أكل خبز وملح لحتفل ما في الليت وبقيت فاتحة الطريق واليوم محمد الله الإعلام الديني شقفي كتير مهمي من الإعلام عامة هو اسم من الإعلام يعني حامل رسالة حب ورسالة انفتاح ورسالة حوار مش رسالة مقاتلة السياسية وتفقيل الناس وتجميع الناس وتعطيل الناس أنا وجع الناس بيقلمني بيقلمني كتير كتير يعني أنا ابن الاستقلال ابن الرجالات الكبر يعني جيت اليوم عمل منوعة على تحاصص ومحاصة وابتسامات ما بيجوز عطوا اللبنانية لحتى يعطوا اللبنانية فقرتون له السبب العطاء الروحي مثله مثل العطاء الفكري مثل العطاء الموسيقي مثل العطاء الأدبي ما فيك تنسي الرحاب دي ما فيك تنسي سعيد عقل ما فيك تنسي الشعراء الكبار اللي عشنا بيجوهم وبأفياءهم والموسيقيين الكبار يعني للسبب أنا أشتاق وبشكر الله على إنه الخط الديني مشي حمد الله والإعلام الديني صار إله إيمي وإله معنا يعني ومنه إعلام مباطحة منه إعلام تبشيري مش إعلام احتقال الآخرين إعلام تقديم الله المحبي إن الله محبة نعم اليوم العائلة جزء أساس كتير من إيمان من الإيمان من نشر الإيمان من إنه نعلم الجيل الجديد والجيل الصعد وإنه يكونوا مؤمنين بعدنا أبونا عم نشوف هالقيم موجودة بالعيال بعدنا عم نشوف هالشباب والصبايا الصغار بعد عم يجوا على الكنيسة ولا فقط إنه الكبار عم يرجعوا كتير بيكي بيقدي تطلعي كل 22 شهر على العناية تتشوفي شو عم بصير بعناية مئات الألاف من الناس عمالي بترجي على العناية بكرة جاي شهر أيار مشي على الطريق من جوني أو من بيروت لحريصة بتشوفي شو في شباب ومعظمهم شباب والصبايا معظم الحركات الشابة هي حركات جميلة جداً أنا ما بنوم بالسباب وما بحكي عنهم بحبهم ومؤمنين ومنادلين وعندهم طل إعلامية حلوية أنا بشكرهم على إنه عن قليلي عم يرجعوا يحطوا لبنان على خط الرسالة الكبيرة خط الحضارة خط الإيمان خط الحب بلدي هو الحب مثل ما بقول سعيد عقل وليس في الحب بغده نحنا ما بنبغد ما نعلم أولادنا على البغد للسبب لا الشباب حركات الرسولية إلى أول ما إلى آخر حركات المريمية إلى أول ما إلى آخر حركات الصهرات الإنجليجي إلى أول ما إلى آخر عيدة مارشربل إلى أول ما إلى آخر لا أنا بشاركك الرأي إنه هناك شباب بيطلوا على العالم بكل الحب وبكل الكبر وبكل العنفوان أو نترجع بخطة حديثنا إلى موضوع الصوم اليوم لا يمكننا أن نحلها إلا بالصلاة لا تفضل لكن بدي أسألك شغلي قبل ما نختم عن أهمية الاعتراف بخلال هذه الفترة مجبورين نعترف ما فيش وحد يكون من الوقت زيته هو المدعي والمدعي عليها وهو القاضي وهو الحاكم بتبرر حالك من كل شيء بتعذر حالك من كل شيء بدك تعترف بدك تعرف مجبور مرة في السنة تقول الوصية اعترف ولا مرة في السنة لا مجبور تعترج بخطاياك وما تقيس خطاياك على قياسك أنت في كاهن بيعرف القياس وفي كنيسة لهوتيا بتقيس قداش القياس أنت بتعذر حالك لا ما فينا نقول ما فينا أنا باعترف لأ الله أنا بتناول لأ الله هذا كلام غير صحيح نعم البروفيسور والأب يوسف مونس أنا بدي أشكر وجودك معنا اليوم شكراً على كل الرسايل اللي عطيتنا إياها ومرة جيدة بدي أرجع والصوم مبارك لألك صعب لألك مبارك على المقابلي الحلوي على هدوئك على ذكاكي على تحضيرك الهام جداً جداً يعني شكراً لألك ولكل الكاميرامانية والمخرجين والموجودين معنا حقيقة أنا بشكرهم الرب يوفقهم ويحفظهم صعب مبارك على اليوم ونحنا بنشكرك كمان شكراً مرة جديدة وبالتوفيق ونورت السيديو أحلى صباح وتليفزيون لبنان اشتقلك أكيد يعني أنت أنت هون أقرب مننا وقضيت وقت أكتر مننا بهذه المحطة أهلا وسهلا فيك بروفيسور أبونا يوسف مونس الله يبارك يسوع معك شكراً أحمد وقضيتنا طبعاً برحب بكل النظام وللنا بهذا الوقت على أمل دايماً تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا اللقاعنا التالي اللح ياخدنا مباشرة إلى عيد الأمهات مباشرين فيه من أول أشهر وبكل أحوال تستاهل الأم ليس بس كل أدار عيد لأمه إنما أيضاً كل أيام السنة بسترنا نرحب بتمينة لعنيسة زيادية وهي رئيسة رابطة القدامى برهبات الألبان الأدسان بالبشرية تامينا صباح الخير أهلا وسهلا فيك وعليك كمان تامينا أهلا وسهلا فيك تامينا اليوم أنت ضيفتنا لنحكي عن احتفالية عيد الأمهات لحتنظموها كرابطة قدامة برعاية السيدة نعمة عون وهي عقيلة قائد الجيش الجنرال جوزاف عون بدي بنك كيكي عن بلا محا سريعة قبل ما نفوض إلى صلب الموضوع تخبريني عن رابطة القدامة بالألبان الأدسان أول شي جو بس توضح البرانش اللي هي هلأ صبحية الخامسة لسنوية رهبات القلبين الأقدسان هي منظمة من إدارة سنوية رهبات القلبين الأقدسان وبالتعاون مع رابطة القدامة وبالتعاون مع كل شخص المدرسة كله ضعاء أزاد نعم نحن رابطة القدامة أكيد بس تقول رابطة قدامة يعني في شي بيربتك هي أبرتونانس بشغلة اللي هي مدى الحياة لازم أنت بتكرس حالك لألا هذا الانتماء لمدرستكم الانتماء أكيد طبيعي مدرستنا هي بيتنا التاني نعم بدي شوي أحكي عن البرانش اللي هو رح يكون برعاية مقدام تعقيلة قائد الجيش السيدة نعمة عون يعني إحنا بنشكرها على رعايتها وعلى حضورها اللي رح يكون مميز بـ 22 مارس بـ Metropolitan Palace هيلتون بـ Dubai Hall ساعة عشر قبل الظهر هنبلش هيدا البرانش هو عنده أهداف كتير مهمة لألنا جو وخاصة هلأ شي كتير حلو ببداية هالصوم مبارك بدنا نحكي عن شيء اجتماعي وشي بمس فينا حقيقة بالصميم هو رايعه للأقصاط المدرسية اللي نحنا منكون وقفين إلى جانب تلميزنا بهيدا الموضوع وهيدي خامس سنة يعني هالبرانش وعب يكون كل سنة عب يحقق نجاح أحسن عم سنة التانية مرافع الأقدر قطعوا كمان صور عن البرانشات اللي قبل يعني كل خلينا قولي يعني أمور المادية اللي بتجنوها من من هايدي الفعالية بترجع لحتى تساعد بعض الطلاب اللي عندهم خلينا قولي أهليهم مش قدرين يساددوا أسلطاتهم بطريقة طبعا نحنا كعائلة ما نوقف كلنا حد بعدنا أكيد نحنا بهالبرانش كل سنة من هيكي من ناقة أمهات رائدات وسيدات بما أنه كمان نحنا هلأ بداية شهر المرأة طبعا هذا شهر المرأة كمان والأم حبينا السنة نكرم السيدة مجموعة مسيدات نعم أكيد حبينا أول شيء سيدة أدلات عيناتي خرياتي اللي هي فونتاتريسة مؤسسة جي أنكي ترافيك أكاديمي أكيد حابة تتأسس هالجمعية من جراء خسارتها لابنا هيك بركب تكون حد الأمهات وحد هالأجيال وهالأشخاص اللي هني تكرميل تعلمهم كيف حصن القيادة وكرميل نتفايدة هالحوادث اللي عم بتأدت اللي عم بتصير للأسف صراحة لكتير شيء سيء وعننا أسيدة الثانية أكيد هي بدي أقول أنا أنه أسستها بالكورة بمساعدة زوجة ومن هنية نحنا ومن شد على إيضا لأنه أكيد به النهار نحنا بدأ نكون حد هالسيدات تنفرجيهم كلا حوال دكتور أدلات يعني يشهد لألأ أكيد دكتور أدلات لأنه نحنا قدام نحبكم وقدام إحنا أنتم حقيقة عملتوا شيء بوزيتيف لها المجتمع نحنا أقل شيء نكرمون بهذا النهار السيدة الثانية هي مادام جاكلين مكاري اللي هي مؤسسة ريستو أوزي بيهدن يعني حقيقة خلت تحفز الأشخاص اللي عندهم التريزومي لهالحاجة اللي هي خاصة وتخليوني ينخرطوا بالمجتمع يعني كل هم تجارب أنه تشغلون بهالرستوران عم تجارب تكون حدهم دقاء أزد كل حوال اللي بزور هذا المطعم بيشوف فعلا قداش اللي عندهم حقيقة احتياجات خاصة قدريني يكونوا موجودين حدنا قدريني أمنوا جاءوا حلو يعني بتفوت على هذا المطعم بتشوفي قداش طريقة خدمتهم للناس طريقة تعطيهم بتخلي الواحد يبتسم يعني غصفنا عنه صح التعبير صح تماما سيدة سيدة هي مادام فيبيان دباس يعني شو بدأ نقول عنه نحنا ده أصلا بمدرستنا مع مشوار طويل نعم بالفونداتريسون واسيسة حماية حماية يعني هي اللي بتعنى بأمور الطفل بكل شي الزواج القاصيرات والعنف على كل جوانبه كيف ده جارب تحني هالطفل يعني خاصة بهالقيام اللي نحنا كمان عم نشوفها كل سنة عم بيكون في مشاكل يعني للأسف نعم والأطفال هن شغلة كتير دقيقة وحساسة بالمجتمع نعم لكنها ثلاث سيدات مكرمات نعم نعم بالضوان الاحتفالية اللي عم بتنظمها في برنامج معين للقاء كون يعني حطين برنامج محدد أكيد كل سنة في برنامج شي كل سنة بيكون عندنا أوقات فنانين بيقدمون هالإيفنت هلأ هالسنة نحنا عندنا مركزين أكتر شي وأكيد مثل كل سنة طبعا على النشاطات الترفيهية والموسائية اللي حيقدمها طلابنا مع أكيد نحنا بنشكر الأسادزي اللي هن كتير عم يبذلوا شهد كبير لكن ما اللي يدربون اللي يكونها نهار مميز طلاب مدرستنا اللي هن حيقدموا لأماتهم شو ما عندهم من شي هن تعلموا وشي حلو وأكيد بدأ أذكر شكر على إعلامية رشال علوان اللي هي حتقدم هيدا الإيفان نعم وحيكون فيه أكيد توزيع طنبلة وكدويات يعني هيدا الشي يعني هو لقاء بين الناس اللي بتحب بعضها بالدرجة الأولى لقاء بين أمهات أولادهم لقاء بين القدامة وبين الجداد هذا الامتداد لمدرسة والأهل وموظفي المدرسة وكل عائلة هالمدرسة نعم قداش مهم هيدا العلاقة الحلوة اللي بتجمع الأهل والمدرسة الموظفين والإدارة والأولاد يعني لما تكون فعلا المدرسة بتشبه العيلة قداش بتكون قادرة تنتج بطريقة أفضل أكيد بتكون قادرة تنتج لأنه بس يكون شيء أنا بس نقول شيء كلمة عائلة عم نقول كلمة محبة نعم ولا ممكن تقدر تخدر بعائلتك ونحنا هون بدي أنا بدي أشكر رئيستنا مديرة السنوية الأخت كارونين الراعي اللي هي حقيقة قدوة لألنا جميعا وأكيد بدي أقول أنه حيكون فيه مشاركين من عائلة هالمدرسة وأكيد من خارجها وليحنا كمان منعدهم كمان بيصيروا من عائلتنا في كتير وجوه وشخصيات كل السنة نحنا بنشكرهم شخصيات اجتماعية وسياسية وعلى أنواع بتكون موجودة بهالبرانش بتعطيها كنكها كمان حلوة نعم أنا بيتمنلكم دوام النجاح والتوفيق وإن شاء الله كل سنة بتعيده وإحنا أكيد نضرينه وأكيد بتصلوا على أرقام المدرسة كل حدا بيحب أنه نعم إن شاء الله دائما بالنجاح حالو سهلا فيك تامينا لعنايس الزيادة طبعا رئيسة رابطة القدامة بثانوية رهبات القلبين الأقدسان مرسي لألك بالبشرية شرفت لنا تانكو لألك أهلا وسهلا فيك شكرا مشاهدينا عم تابع سواء بصبحيتنا بعدنا مع مجموعة من الضيوف ومجموعة من الفقرات تطلح انتبعها بطريقة متتالية ولكن بعد هيدا البريك عن جديد تحييل صباحية لكم مشاهدينا مستمرين نحن ويكون بمجموعة لقاءاتنا لليوم بدي أرجاع أتمنى صوم مبارك لكل اللي بديوا بالصيامهم ابتداءا من اليوم على أمل هذا الصوم يكون عم بيحمل كل المحبة كل الرجا وأيضا كل تجدد بالإيمان الإيمان الواحد اللي كلنا من آمن فيه نحن ويكون عم نتابع بحلقتنا إلى عالم المسرح من جديد وتحديدا لمناسبة شهر المرأة بامتياز المرأة العالمي وعيد الأمهات نحن ويكون لحن نتعرف أكتر على المسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون اللي عم بي نظموا مهرجين لبنان المسرحي الدولي منو دراما المرأة حوراق مشاورب من الجامعية صباح الخير أهلا وصهلا فيك أهلا وصهلا فيك حوراق حوراق بديك تعرفيني بداية عن جمعية تيرو للفنون من هي الجمعية؟ هي الجمعية بتأسست عام 2014 وهي كانت الفكرة استاذ آسم إسطنبولي بالقبل بعدان اتطورنا لحتى ضمت شباب وصبايا حوالي 93 شاب من لبنان وخارج لبنان وهي جمعية بتسعى لإقامة المركزية الثقافية لأنه مشكل شي لازم ينحصر بالعاصمة لأنه كمان في عنا مناطق تانية مثل صور وصيدة واللبقع وعكار وكل مناطق اللبنانية كمان محتاجة للثقافة والفنون صحيح يعني لما نحكي عن هذه المركزية الثقافية إذا فينا نقول حوراء لما نحكي أن المسرح يكون موجود بصور وصيدة وبشمال وبترابلس وبالبقع وبكل المدن أو البلدات اللي هي بعيدة عن العاصمة قداش هذا الشيء بيعطي أفق جديد للناس قداش هذا الشيء بيخلي الناس ينفتحوا على معلومات جديدة وعفاق جديدة أنا بالنسبة لإلي أنه بالثقافة فيك تغير كتير عقليات ويعني بالثقافة فيك تعمل جيل جديد متطور مصقف حلو وبيحب الفن نعم نحنا عنا يعني أنا بحكي عن حالي أنا مثلا من ضيعة بعيدة عن بيروت فأنا ما بقدر من شان يعني تابع موهبتي لهاي التمثيل مثلا أجي على بيروت بس مصرح إسطنبولي ساعدني وأملي هيد الفرصة بالدورات المجانية اللي هو بيعملها بالورش المجانية من مسرح وتمثيل وقرال ورسم نعم فساعدني لهيدا الشيء بالمسرح الوطني اللبنان نعم هم نحكي عن جمعية تيرو للفنون وعن مسرح إسطنبولي في علاقة بتربطن يعني في تشبيك بين الاثنين هني نفس الشيء يعني هني جمعية وحدة صح يعني جمعية تيرو للفنون تهتم بكل الفنون ومسرح إسطنبولي بيهتم فقط بالمسرح لا هو بجمعية تيرو هي بقلبها مسرح إسطنبول يعني من ضمن الجمعية من ضمن الجمعية يوجد مسرح إسطنبول كيف تعرفت عليهم كيف تعرفت على الجمعية وعلى المسرح أنا متطوعة بالمركز الشعون الاجتماعية عنا بالبيساري فمرة قالوا أنه في عنا قاسم إسطنبول المخرج عم يعمل ورش مجانية بسور بسينما رفولي سابقا اللي هي مسرح الوطن اللبناني حاليا فقالت أنه ليه ما بدي جرب هيدا الشي ومن السن الماضي بعد إلى هلأ كل مرة بنزل وصرت متطوعة معا صرت متطوعة ضمن جمعية تيرو للفنون اللي متل ما ذكرنا من ضمن أعمالها تأسيس مسرح إسطنبولي اللي اليوم أنتو عم تشتغلوا على أساسه أدب تجمع من الشباب والصبايا أداش أنتو جامعية أو خلني قول يعني مجموعة من الشباب والصبايا اللي بتلاقوا بهيدا المسرح أو هيدا الجامعية مالاز لإلكون متنفس لإلكون نحنا يعني بالجامعية منتضمن متل ما قلتلك حوالي 93 شخص من لبنان ومن خارج لبنان نحنا كان هدفنا الأساس اللي جاذبنا هو الورش المجانية اللي بتعمله ويعني الهدف اللي هي عم تسعى لقلو ولأنه هي كمان بتعمل إعادة تأهيل السينميات إعادة تأهيل وفتح السينميات الأديم اللي مسكر فنحنا فتحنا السينما الحمرة بصور وسينما ستارز بالنبطية صحيح كنتو ضيفنا الأسبوع اللي خائت يعني اسمال عليكم كل أسبوع عم بتطلع علينا نشاطاتكم عديدة متعددة خلي روحنا ويكي لفيديو أصير عننا عملكم ونرجع لحديثنا موسيقى يعني مجموعة الأنشطة الخاصة فيكم تبعناها حوراء يعني بهذا تقرير سريع السينما الحمرة السينما ريفولي كمان ستارز المسرح اللي فتحتوه عدة أنشطة قمتوا فيها حوراء قداش هدا الشي بيعطيكم حقيقة لقالكم انتو قبل ما يعطي التانيين قداش انتو موسوطين باللي عم تقدموه يعني ما بخبرك يعني نحنا موسوطين لدرجة انو كنا بالصيفية كنا كل يوم ننزل ع السينما السينما ريفولي السينما ريفولي هي المسرح الوطني حاليا ليه موجود بيسور عنا بالنبطية ستارز وحمراء بيسور كمان بسور لأسف تسكروا تسكروا لماذا ما بيعرف مين بيعرف طيب تمام لكن خلنا نقول هول نصرطات عمتم فيهم قداش بيعطوكم فائدة إيجابية أولا لقالكم قبل ما يعطوا الفائدة لنا بالنسبة إلي صار المسرح هو الجزء اللي يتجزق مني يعني انا كنت بالصيفية كنت كل يوم انزل على السينما لحتى ساعد الشباب والصباية تحت لحتى نرجع نفتح هذه السينما بكل قوتنا و بكل حيواتنا نكون من دون أي أجر من دون أي مقابل فهيدا الشيء بالنسبة إلي كتير مهم اللي احنا عم نعمل هيدا الشيء نعم بدي روح أنا وياكي إلى مونو دراما المرأة اللي بيبلش بـ 8 أدار اللي هو مهرجين مهرجين لبنان المسرحي الدولي طبعا من 8 أدار لـ 12 أدار أيضا مونو دراما المرأة من التسمية ليش سميتوها مونو دراما مونو دراما اللي هو ممثل واحد بمثل هو من مونو يعني صحيح وان من شو نعم هو المهرجين هو الأول منه بلبنان هو مهرجين لبناني ودولي كمان نعم لحكم في عدة ناشطات لحنتابع بروموسيون صغيرة عن الإيفنت ونرجع لحديثنا اشتركوا في القناة بتقولوا حوراء بالتزامن مع يوم المرأة العالمية واحتفاءا بتاقي التقنيت ونون النسوة وإظهر قوتها بلغة قداد مسرحيا وفنيا المهرجين يحمل قضية المرأة ليش رحتوا هالقد بقضية المرأة للآخر ضمن عالم المسرح؟ الفكرة أنه لما ما نعمل شي للمرأة ما زال هي نص المجتمع وهي قدرت تتأثبت حالها بمجتمع كتير يعني بمجتمع ذكوري قدرت تفرج إنه هي موجودة مع إنه كانت الظروف ما بتسمح لهيدا الشيء وهي تقدر تتأثبت حالها فنيا كمان فإنه لحنا لازم نفرج إنه المرأة بتقدر تكون مش بس ربة منزل هي بتقدر تكون فنانة بتمثل وبتغنى وبترقص وبتعمل اللي بدأ يا بي كل حريتها بس بليس كم بدي أقول شي إنه المسرح هو ساري المهرجان هو تقدم لروح لروح الدكتورة رائدة المسرح سهام ناصر هي توفت من فترة أسيرة هلو هادي اللفتة بكل أحوال لروح سهام ناصر اللي حنشوف مقتطفات عنا وعن عمالة بهذا الفيديو يعني فعلا هيدا الالتفاتة إلى المبدعة بكل أحوال يعني شفناك مقتطفات سريعة حول مسيرتها هدا شو اليوم بيعني لكم اليوم كسيدات كفتاقات أن يكون فيه مثال لألكم بهذا المجال هيدا دفع كتير قوي لألنا لأنه بعدنا لهلأ بمجتمع بس تتقلوا أنه أنا عم مثل أو عم بدرس مسرح بينظر إلك نظرة أنه مش كتير أنه لازم تكون محامة أو مهندس أو دكتور أو يعني هلوظائف التقليدية تقليدية فهيدا الشي دفع كتير قوي لألنا كمان لأنه لأنه دكتورة سيهم ناصر هي إلى الفضل الكبير على كل الممثلين المصرحيين أو الممثلين على التلفزيون اللي تخرجوا من الجامعة اللبنانية نعم تماما تماما بدلون حقيقي إلى برنامج الاحتفال من 8 إلى 12 أدار خبريني كل يوم بشو رح يصير في عنا بـ 8 هو النهار الافتتاح طبعا للمهرجان لحيكون في كلمة لوزارة السقافة ولجمعية تيرو لحيكون في عنا عروض مسرحية وعروض فنية العروض المسرحية هي لح تكون من مصر وتونس من مصر بلا معنى ومن تونس كيف أنكي كيف أنكي لأمل عويني من تونس وبلا معنى للوخرجة منار الزين وتمثيل وسامة من مصر صحيح شو بعد في عنا؟ باليوم الثاني لحيكون في عنا معرض للحرف اليدوية اللي هي من صناعة النساء منصور هي لح تكون بكل المهرجان لحيكون في عنا مسرحية لبنانية عددقة اسمها اللي هي للممثلة فاطمة دياب هي عضو هنا بالجامعية بالجامعية ولحيكون في عنا مسرحية عرض مسرحية إسباني اللي اسمه مانيفستو مانيفستو لحيكون إسباني كمان موجود على مسرحكم بلعنا باليوم الثالث لحيكون في مؤتمر المصرحي اللبناني هو الأول من نوعه لحيكون في بقلبه مناقشات حول الأزمات اللي عم يمر فيها المصرح اللبناني من أزمة التقليف والإخراج والتمثيل أو لحيكون في عنا عرض عرض من البرتغال لا تزال على الطريق نعم مين لحيشارك بالمؤتمر تحديدا؟ ما عندي معنى بس أكيد مخرجين وممثلين نعم مجموعة المخرجين والممثلين بين لبنان أيضا والبلدان المشاركة أنا بيتمنى لك كل توفيق أو خلينا نشوف فيديو أيضا عن الإفانت ونرجع لحديثنا إذا عم بأجواء المهرجين بعضنا عم نتابع إلى اليومين الأخيرين شو اللي حيكون في عنا؟ باليوم الرابع اللي حيكون في ندوي عن المرأة عن دورة وتطلعاتها في المجتمع هي عمريتها جمعية حقوق المرأة في لبنان بالتعاون مع جمعية والجنة أمهات في سور ولحيكون في عنا مشروع السمكة اللي هي اللي حتكون مصرحية من المكسيك وباليوم الخامس لحيكون في عنا كمان مصرحية من إسبانيا والحفل الإختتام وكمان بالمهرجين بيتضمن مسابقة هي اللي حتكون بقلبها أفضل ممثل أفضل إخراج أفضل سينوغرافيا أفضل نص وأفضل عمل متكامل نعم لكينا مهرجين كامل متكامل بين المؤتمر اللي حناقش أمور مسرحية مثل ما ذكرنا عن نصوص الإخراج والتمثيل علاقة المسرح بالجمهور وغيرها أيضا من الإشكاليات بالإضافة إلى مجموعة جيدة من العمال المسرحية من لبنان من إسبانيا من مصر ومن مجموعة دول أخرى أيضا لح تكون موجودة بالإضافة للمسابقة اللي لح تطرحوها وهي أفضل نص أفضل إخراج أفضل عرض متكامل وأفضل سينوغرافيا بالإضافة للجوائز بلليك أهلا وسهلا فيك معنا يعطيكم ألف عافية إن شاء الله كل التوفيق للكون تفضلي بتحب تقول شيء بس بدي وجه تحية لأستاذ آسم ولجمعية تيرو للفنون اللي يعطتني هيدا الفرصة اللي حتى أطلع على التلفزيون وبتشكركم للكون وبتشكر أهلي اللي هني تضلون داعمين بكل هالفترة لحتى حق حلم أهلا وسهلا فيك شرفتنا حوراء مشورب طبعا من جمعية تيرو للفنون يعطيكم ألف عافية شكرا للك شكرا مشاهدينا برايك أصير ومنتابع مشاهدينا من جديد لليوم بحييكم نحن بيكون عم نتابع بمجموعة فقرات ومجموعة لقاءات ودائما عبر صبحيتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان لكل مشاهدين اللي حابوا ينضموا لألنا بهذا الوقت أيضا تحية صباحية على أمل تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا بذكركم دايما مشاهدينا فيكم تتابعوا كل فقراتنا كل لقاءاتنا كل الضيوف اللي قطعوا معنا بصبحيتنا على صفحتنا على الفيسبوك أحلى صباح لحتى فعلا تعرفوا على مواضينا وتستفيدوا من مرور أكتر من ضيف يوميا والمواضيع المتعددة اللي بنقلولنا إياها عن أخبار ونشاطاتهم بالإضافة لأعمالهم الصفحة التالية بتخذنا إلى عالم المسيئة وتحديدا مع جمعية اللبامة الجمعية اللبنانية اللي بتهتم بنشر المسيئة الأوركسترالية أكتر وأكتر تفاصيل عن هذا العمل مع مارينا واكيم مخيبر ست مارينا صباح خير صباح النور أهلا وسهلا فيك معنا ضيفي عزيزي بتطلي معنا بكل أحوال فترة بعد فترة لحتى نعرف عن أخبار جمعيتكن ونشاطاتها أكتر وأكتر ونحن بنشكركم على طول أنا وزوجة غسان مخيبر لأنه على طول مواكبيننا كمينا بكل شي بنعمله نشاطات روحية أو نشاطات موسيئية أو نشاطات أي شي بنعمله بتكونوا معنا وعلى طول تستدفونا واجبنا بكل أحوال نضوي على كل الأمور اللي بتزيد وبتعمي وبتغني الحياة الثقافية اللبنانية لأنه بعد ذلك هيدا مزتنا الوحيدة بهيدا البلد بدي منيك لمحة سريع عن الجامعية لكل ناس اللي بعد ما بيعرفوهم ما بيعرفو لبام لبام هي لبانيز باند اسوسييشن فور ترموشن الفميوزيك أو الجامعية اللبنانية اللي نشر الموسيقى الأوركسترالية نعم نحنا جامعية بلشنا بال2008 دونك عيادنا سنة الماضية لعشر سنين بإطلاق سيدي سميناه حلم حلم يا لبنان وكان فيه عشر أغاني موسيقى لبنانية نعم شركت معنا لست قميمة الخليل بأغنية كمانا لأنه نحنا بس موسيقى بس كان فيه أغنية واحدة هلأ نحنا منعلم إيلات موسيقية إيقاعية وهوائية نعم منسميهم هارمونيك بانس مندق عنا أربع فروعة عنا بيت ميري بعقلين بس كنت وات رابلوس نعم وبكل فرعة عنا تقريبا ككل عنا تقريبا 300 تلميذ 300 تلميذ بكل فروعة الجامعية كلهم مع بعضهم وسبت الماضي كان عنا تسجيل جديد بفرعة من الفروعة وهوديكي كمانا اللي حقينهم يعني بس هلأ بلشنا بفرعة بيت ميري وجوارها أخذنا تقريبا 120 تلميذ بيبلشوا على إيلة الريكوردر اللي هي الفلوتاباك البلاستيك بيبلشوا كلهم على شهرين وبعدنا بينتقلوا على الإيلات النحاسية لحكي أكثر وسأل من في ينضم للجامعية من في ينضم للدراسة أي لفلز ولكن بديعرف ليش خطرتوا بال2008 هيدا النوع من الموسيقى الأوركستراليجي تحديدا ليش شرحتوا لهيدا لهيدا النمط الموسيقى رح خبرك هو زوجة اللي أسسها بال2008 غسان مخيبير من خلال صبحيتنا اليوم أكيد وأنا بقول له كمانا مرحبا لعن بيحضرنا هلا كمان هو بتعرف لأنه هو كان يحب يتعلم موسيقى وكان يحب يتعلم فلوت وأهله ما كانوا يخلوا مثل ما كان بأيام يعني بوقتها أنا كمان لأنك تحب يتعلم موسيقى وأهلنا كانوا يخافوا إنه إذا يعملها واحد مهنته أو يلتهي عن درسه فتحتى عن جدي يفهم الناس إنه منا شي بيلهي عن الدرس بالعكس هي بتساعد التلميذ الولاد لحتى يتعلموا أحسن صحيح ودى حتى ما يكون كمانا المصاري عائق فعملها جمعية مجانية نحن التعليم والإيليت والنقل مجاني ما بيكون مجاني لكل اللي بيحبوا يجوا يتعلموا صح هو بيندفع شي كتير رمزة بالشهر إنما ما بدوا المصاري تكون عائق فلحتى تكون مفتوحة لكل الأشخاص اللي حبين يتعلموا موسيقى بلشها ولأنه في نقص بالإيليت الهوائية يعني مين ما بتقول بدي يعلم ابني موسيقى بيعلموا بيانو جيتار أو فيولون تماما بس الإيليت اللي نحن عم نعلمها كتير غريبة وفي كتير نقص فيها نعم وصوتها كتير حلو يعني إذا اللي رح يجو على هلأ رح نحكي عن حفل موسيقى رح نعمله اللي بيجو بيجو بيسمعوا بيعرفوا إنه قدية غريبة أصواتها إنما قدية حلوة وهل يعني هني بتكمل بعضها هي والأوتا بكل أحوالي أن ألات النفخ هي ألات أساسية بأي أوركسترا طبعا طبعا تكون واضحين وطبعا إلى دورة كتير متميز خاصة لما تلعب سولو يعني منشوف قداش بيكون الأداء كتير حلو طبعا وهي بتكمل بعضها هي والأوترية الألات الواترية والألات الهوائية بيكملوا بعض طبعا إنما بالوقت الحاضر نحن عم نعمل تعاون مع الكونسرباتور كمانا مشان نعمل أوركسترا سينفونية نجمع لتنين سوا بدأ شوية توقت وبدأ تمويل كمانا صحيح ولكن بتصير مع الوقت بتصير طبعا يعني أي هدف نحطه عم بنوصله إذا كان عندنا إصرار بدي أعرف عن الناس اللي بتجي على الجمعية لتعلموا إلادها قداش في صورة علماطية صار الوقت أنه نكسرها فعلا إنه هاي الموسيقى ما بتطعم يخبز يمكن هاي ما بتطعم يخبز عن جد ما بعرف أنا ولا مرة لا والله عم بتطعم يخبز هلأ أوقات مبلغ رح خبرك هلأ تفضل طبعا في أهل كتير من قدرون لأنه كتير عم بيشجعوا إلادهم وفي عندنا من تلميذنا صاروا أسادزي عم بيعلموا تلميذ الأقل منه نعم وعم بيعلموا بمدارس موسيقى كمان وعننا تلميذ صاروا عم بيدقوا مع أسادزيتهم بالconservatoire لأنه نحن عم نشتغل بالتعاون مع الconservatoire الوطني دونك أسادزيتنا كله من أسادزيت الconservatoire وهلأ عنا تلميذ صاروا ثلاث تلميذ عم بيدقوا مع أسادزيتهم صاروا عم بيشتغلوا يعني صاروا بهالقد بي نفو عالي إنه عم بيدقوا مع أسادزيتهم نحن أواشي منشوف حالنا فيهن بعدين لنفرج إنه الموسيقى منا بس طرف أو هيك هواية منا بس هواية فيها تكون بس هواية انتبه إنه إحنا مش للبيوت مننا أنه كلهم يصيروا صحيح بس فيه قصة لازم يروح لها لأمتهان الموسيقى لأنه هي مهنة طبعا فيه أشخاص هلقد موهوبين وهلأ بالحفلة الموسيقى اللي هلأ رح نحكي عنه في شاب من تلميزنا عامل توزيع موسيقى لقطعة كتير معروفة لشتراوس عاملها توزيع لأوركسترات تابعنا نعم لأنه غير عن الأوركسترات البقوية يعني بدوا يعملها يعادة توزيع جديدة يعادة توزيع فهي أول مرة تلميز لأنه بيعملنا توزيع رح تكون كتير جديدة يعني ومنشوف حالنا فيه تماما يعني بكل أحوال بعيدا عن المهنة وعن الهواية نسمع كتير أنه لنبني وطن لازم نركز على محلات تانية لازم نركز على الموسيقى على المسرح على الكراءة المطالعة قداش عم تختبروا هيدا الشيء بتلميزكم يعني اللي بيجي بطبيعة الأحوال اللي هيعرف يطلع يعزف أقله يصير عنده حس سماعي إذا صح التعبير ولكن قداش بتعطيه نوع من مواطنية أفضل قداش بتعطيه نوع من انتماء أفضل لوطنه صحيح هي كمانا من أهداف لبام بناء المواطنية لأنه اللي بيتعلموه هن قيم ما بيتعلموه غير مطرح نحنا بالتعاون مع الكونسرفاتور الكونسرفاتور بيعلمون هو والأستاذ بيتعلم بيتعلم لوحده التكنيك على المزبوط إنما بلبام اللي بيطبقه نحنا بيكمل بعض هونيك بيتعلم التكنيك هوني بيطبقه بأوركسترا شو بيتعلم بالأوركسترا؟ بالأوركسترا عندك كذا قيام فريق أول شي بيتعلم التعاون بيتعاون مع البقوي ليقدروا يطلعوا هالصوت حفظة النتيجة ممكنة صح الثاني بيتعلم احترام الاختلاف الأول شي الإيليات مختلفة صحيح الأصوات مختلفة وبعدين نحنا عنها من عدة مناطق ومن أديان مختلفة وهيدي كمانا كتير مهمة ومن طبقات اجتماعية مختلفة فبتعلموا أن نحنا بيصيروا مثل عيلة لبام يعني بنسميهم عيلة لبام حلو لأنه حقيقة بيصيروا مثل عيلة في صبيه هلأ بخبرك عنا بعد بدي أحكي عن وحدة من القيم الكتير مهمة القيم المهمة أنه يسمعوا بعض وقد بدقوا مع بعض مضطرين يسمعوا بعض بدوا يسمعوا بعض لأنه إذا لم يكنوا يسمعوا بعض ما فيهم يكونوا دقيقين ويفوتوا على الوقت وإلا بيصير فيه مشكلة تماما تماما فكل هذه القيم تنقل لحياتهم اليومية من دون ما هني يكونوا عارفين تنقل أوتوماتيكما ونفس الوقت بتكون عمن ربي جيل على المواطنة على احترام البقوة والاختلاف بالوطن كله لأنه عم نجمعهم عنا مخيم صيفي بنعمله كل سنة يشمعوا كل الفروعة مع بعض صحيح فحقيقة هود مستقبلنا هود الميزي اللي نحن هلأ عم نعلمه الموسيقى مستقبل هذا البلد هود السياسيين المستقبل هود محامين المستقبل إن شاء الله يعني إن شاء الله إن شاء الله يوصل هذا النوع من الناس لمحلات فيها سلطة لأنه بعتقدت هذا النوع من الناس قدر يقود البلد لمحلات أفضل بكتير اشتغلتوا على موضوع الدمج بين أيضا الاحتياجات الخاصة والأسوية إذا صح التعبير قداش كمان هوني منصير نروح بتقبل الاختلاف إلى أبعد وأبعد طرف عملنا بواحد من المخيمات الصيفية كان أول مرة بيعيشوها تلميزنا عنا نحن تقريبا 250 تلميز بيجو على المخيم الصيفي كان أول مرة منجيب شباب وصبايا من ذوي الاحتياجات الخاصة فحضرنيهن قلنا لهم بتالي تيوم من الكار رح يجي تلميز تعرف أنه حضنوهن وهن انبسطوا أكتر من التلميز الذوي الاحتياجات أكيد ذوي الاحتياجات الخاصة كتير انبسطوا لأنه كانت خبرة جديدة لقلهم أنه عم بيدقوا بأوركاستر وما دقوا لحالهم يعني تعلموا لحالهم ورجعوا اندمجوا بالأوركاستر طبعنا إجعوا موسيقيين من الموسيقيين ادقوا معهم وعملوا حفلة على المسرح يعني تماما وهذا الدمج ضرورة لتنين ضرورة للي ما عندهم احتياجات للي عندهم احتياجات لأنه بصير عندهم نحس الاحترام واحترام الاختلاف يعني الاختلاف بكل نوحي بكل أبعاده بكل أبعاده تماما يعني هذا العمل على خلق هذه القيم عند الناس بعتقد يعني ست مدينة كمان هو أبعد بكتير من عمل موسيقي صرف يعني نحنا اليوم عم نحكي عن بناء إنسان عنده كل هذه الأخلاقيات عنده المواطني عنده الانتماء وهذا الأهم وينما كان موجود أكان بالموسيقى بالرسم بالأمور العلمية أو بأي محل بأي محل تاني بدي نروح مباشرة إلى ستة الشهر بعد أيام قليلي بعد بكرة تحديدا على مصرح بلدية سن الفيل شو رح سير؟ يزيد بعد شغلة بعد قبل ما نروح لستة الشهر خلاص نرجع على أربعة الشهر تفضل لا لأنه في شغلة كمانا كتير مهمة بلشنا من سنتين كمانا جروب اسمه لبام جويفل تيم لتشوف كمانا تنمي عنده نكتر من الأشخاص اللي بيدقوا منيح بروفزيونال بروفزيونال يعني المتقدمين أكتر شي من التلميذ إنما شغلتهم إنه نزور المرضى والمستشفيات ودور الراحة تندق موسيقى للأشخاص دق للأشخاص اللي منهم نقدرين هن يجوا يسمعونا نحنا منروح لعندهم ومندقلهم ومجانا يعني متل ما عم ياخدوا مجانا عم ياخدوا مجانا هادي بتعرف هادي بتنطبع بحياتهم صحيح فهي دي نوع من إنه بناء هالجيل على العطاء وتفكير بالغير مش يكون واحد حباب ذاته إنما يكون محاط بأشخاص بحاجة لإله يساعدهم يطلع فيهم يقدر يساعد بالشيء موجود عنده يعني أمور كتير بسيطة نحنا نقدر نعمل فرق كتير كبير يعني اللي بيعزو مجالة تتطلع بالشخص أو تحس بهالاهتمام بيرتاح المريض أو البحاجة أو هادي حابة تدوي علي لأنه مهم وهي دروري بهذا الزمن يعني زمن زمن الصوم قداش حلو نشعر مع تنين موجودين حدنا وقت بأمور جدا بسيطة وبتكلفنا شيء لشوية إيجابية أكتر لشوية إيجابية أكتر صحيح فينا نروح على ست الشهر طبعا طبعا يلا تفضل تفضل إش رايح يصير بست الشهر عنا حفل موسيقى ببلدية سن الفيل بالأوديتوريوم تبع بلدية سن الفيل ساعة ثمانة ونصب الليل هيدا كمان حفل موسيقى مجانة كمان لحتى ما يكون المال عائق على الأشخاص اللي بيحبوا يسمعوا موسيقى حفل جامع لأنه رح يكون فيه موسيقى من العالم سمينه رح يكون فيه قطع موسيقية أكيد لبنانية رح يكون فيه موسيقى ألمانية موسيقى برازيلية وموسيقى يابانية يابانية ليش؟ لأنه السفارة اليابانية هيدا حفل عاملين وحتى نتشكر السفارة اليابانية على الهبة اللي عطينا إياها تنشتري إيلات جديدة بتكون هيدا أول مرة تلاميذنا بيستعملوا إيلات جديدة لأنه من أول ما بلشنا من عشر سنين نحنا بنشتري إيلات مستعملة أو بيجينا هبات أو إيلات أكيد لنقدر ندفع حقهم لأنه إيلات كتير غالية فهي أول مرة تلاميذنا عم يستعملوا إيلات جديدة من مستوى يعني كمستوى إيلة نحصيات وخشبيات كتير عالية حلو كتير فهيدي تحية للسفارة اليابانية بكل أحوال الموسيقى أولا مرة عرفت حدود ولا مرة عرفت الزمان ولا مكان كانت كل مرة يعني أوقات نسمع موسيقى غريبة عجيبة بتقدر تحكينا وأوقات موسيقى محلية ما بتعنيلنا شي فهيدي هيدا جمالية الموسيقى لكنا بالأمسية نحن سيكون لدينا موعد مع جولة لبنانية إلمانية برازيلية ويابانية اللي ستعاملوا مزج بيناتهم يعني معقول نشوف مقطوعة بتحكي الأربع خليها سيوربريز خبرينها شوي إذا بديك تفاصيل لا ما كتير بس هي بدك تقول إذا مثل بزل ورح يتركب رح يتركب بالأمسية وفيه كمينا بالاشتراك رح يكون مع مارك رعايدة التينور اللبناني مارك رعايدة رح يغني أغنية أو أغنيتين نحن عادة بس موسيقى إنما عم نفوت مؤخرا لمسة الصوت كمان لأنه الناس معودة على الصوت ولأنه حلو هالدمج بين الموسيقى والصوت بس نحن الهدف كمان من اللبام إنه نساعد الناس يتعودوا يسمعوا موسيقى بلشوا ناس يتعودوا أكتر يعني بتعرف نحن مع الكونسيرفاتور اللبناني وأيضا قداش في حفلات موسيقية كلاسيكية واداش بيصير مثلا بفترة عيد الميلاد بين عيد ميلاد وعيد رأس سنة الوسط تجاري بيروت أو وسط بيروت كله بيشهد حفلات بيور موسيقى كتير الناس بالأول كانت تجي إجر لقدام إجر لورا وكان يصير في إقبال أكتر على هذا النوع من الفن طبعا بتعرف إنه بس يتعود الشخص دينته بتصير بتحب أكتر إيه لأن قبل ما كانوا معود يسمع كلام مش معودين كتير كانوا يسمعوا موسيقى إنما هلأ بتعرف إنه نشكر الله يعني عم بيكونوا حفلاتنا مفولين وعم نحس إنه مبسوطين الناس عم بيتسمعوا مش إنه واجبال جايلي يسمع علينا يعني إنه مش بس أهال التلميذ أهال التلميذ كمان عم بيجو إنما كمان أشخاص بيقدروا الموسيقى ولأنه تلميذنا صاروا يدقوا حلو يعني كمان بتعرف هذه الموضوع يعني إنه نسمع موسيقى ما نسمع حدا عم بيغني كتا عم بيقرأ مجموعة مقالات عن الموسيقى العربية بيقولوا إنه الموسيقيين العرب الكبار انتبهوا لهذا الموضوع وانتبهوا إنه الناس العرب بشكل عام ما بيحبوا يسمعوا موسيقى نا ما بيحبوا يسمعوا صوت من هون بتشوفي الأغاني مثلا مثلا مثل الأغاني أم كلتوم فيها معاطع موسيقية كبيرة بانتظار وصول صوت موسيقى فانتبهوا لهذه النقطة وعلولهم بالقوة لح تسمعوا إذا بدك لح لح تسمعوا موسيقى مشاركتكم بالمهرجانات عم بتشاركوا بكتير من المهرجانات طبعا خبريني عن هذه المشاركات هلأ صيفية الماضي دعينا على مهرجان المتين دقينا فوق بس نحنا كل سنة من وقت ما بلشنا بفرع بعقلين لست نورة جبلات ومشكورة عم بتفتح لنا الفرصة انه ندق بمهرجانات بيت الدين فهلأ قلنا خمسة سنين من ندق بمهرجانات بيت الدين وصنة الماضية يعني بصيفية كان عنا اطلاق أول سيديلة لوبامي اللي قلتلك عنه من شوي وشاركت في سيدي ومايمة خليل أيضا صح فكان على مسرح مهرجانات بيت الدين وبتعرف التلميذ بتكون هيدا مثل دعمي لقلهم انه مش مما كان بيصر له انه يدق على مسرح مهرجانات بيت الدين او على المهرجانات الكبيرة الكبيرة انما بعده كمان الحفل مجاني نتأمل انه قريبا نصير على القليلة يعني تشجيعا للجمعية نصير شوي يعني هيك عم يشجعونا نعمل انما نحنا ما بدنا انه الناس تلاقيها عائق مثل ما قلتها لحتى تقدروا تستمروا لحتى تقدر جمعية تأمن المصاريف الوجبة على هذه العملية كتير ما فيك تتصور قد صعوبات هالسنتين خصوصا بهذه ديئة بالبلد لانه بتعرف البلد واقف واقف هالأمل يجع يتحرك هذا البلد مع هالأ الحكومة الجديدة وان شاء الله هيك بانتظار فرصة الأمل وواحة من الرجاء أكتر تكون موجودة منظلنا احنا متفائلين وانظل متفائلين بس منشتغل يعني مش متفائلين بس متفائلين ومش متفائلين واعدين متفائلين وعم عم قلق على هذا الأساس أنا بدي أقول بالخطين اللي هذكر للناس أنه بستة أدار الساعة ونص المساة طبعا على مسرح مبنى بلدية سن الفيل اللي هتكونوا موجودين بحفل موسيقى للجمعية موسيقى من حول العالم مثل ما ذكرنا برازيل ألمانيا اليابان وطبعا لبنان الحصر دايما موجودة بقالب كون أهلا وسهلا فيك ست مارينا والموقف مؤمنة المواقف طبعا مؤمنة باركينج كتير منيحة بالبلدية وتحيي من خلالك الدكتور مخيبر أيضا أهلا وسهلا فيكم شرفتونا تانكيو مشاهدين على هون وصلنا على ختم حلقتنا بدي أتمنى لكم بقيت نهار موفق وممتع برفق برامجنا بتليفزيون لبنان بكرة بتمام ساعة 9 أيضا صبحية جديدة دوف جداد ومواضيع جداد كونوا على الموعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة